أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل فرجنا بهم يا كريم فيما يتعلق بمحاكمة سماحة الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامي أذكر بعض النقاط في هذا الشأن النقطة الأولى وبحسب ما صرح به في أكثر من مورد محاموه صوت مواضح هذا المشكلة عادهم يعني الصوت عادي في أكثر من مورد قد صرح محامو الشيخ بأن دليل الاتهام لا يعد كونه نفسه دليل براءة للشيخ حيث أن المحكمة قد أتمدت في الاتهام على ما قدمته النيابة وهي بعض أو مقتطفات من خطب لسماحة الشيخ قلنا مراراً وتكراراً ليس فقط في من 2011 إلى أن يعتقل الشيخ بل من 92 إلى أن يعتقل الشيخ لو نظر المتتبع أو نظر المنصف إلى خطابات سماحة الشيخ فلن يجد فيها إلا الوطنية لن يجد فيها إلا الإخلاص إلى هذا الوطن وأهل هذا الوطن لن يجد فيها إلا النقد البناء الذي من شأنه أن يرتقي بهذا الوطن وأهله لن يجد فيها إلا الدعوة إلى الإصلاح وهذا أمر من المفترض أن يكرم عليه سماحة الشيخ ويعتبر شخصية ورمز وطني فذ إذ أن جميع خطاباته تخلو مما يشين العمل الوطني والعمل السياسي والإصلاح في هذا البلد دون تمييز بين مواطن وأخر وليس فقط هذه الخطابات التي استشهدوا بها وللأسف الشديد كما يذكر أيضاً المحامون بأن المحكمة لم تقبل أن تعرض الخطابات التي استشهد بها المدعي العام بكاملها يعني لم يسمح أن تعرض كما هي حتى ماذا يتبين أن هناك انتقائية واجتزاء لخطاب سماحة الشيخ على نحو إبقاء المدين واللهوة القراءة الواضحة المتصلة التي تبين مقصد الشيخ هذه النقطة النقطة الأولى دليل براءة واضحة للشيخ أن جميع المنظمات الحقوقية والجهات الدولية التي نظرت إلى هذه القضية وشاهدت هذا الملف من أخرج فيها تصريح كان تصريحه طالب الإفراج عن سماحة الشيخ والحكم ببراءته هذه المنظمات الحقوقية لا تربطها بسماحة الشيخ علاقة شخصية تجعلها تنحاز له ولا يملك سماحة الشيخ المال الذي يشتري به ذمم العاملين أو ذمم العاملين في هذه المنظمات إذن لماذا تطالب هذه المنظمات مرارا وتكرارا وآخرها منظمة العف ببيان صريحا وواضح بطلب الإفراج عن سماحة الشيخ لماذا تطالب هذه المنظمات إذا كانت هناك أدلة إدانة وإذا كان هذا الشخص يمثل خطرا على السلم الأهلي ويهدد أمن وطن فلماذا المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والمعنية بالدفاع عن حقوق الشعوب تطلب الإفراج عن شخصية يكون في حقه أو ممكن أن يصدر في حقه أو صدر منه ما يهدد السلم الأهلي أو ما يثير الطائفية أو ما يشابه ذلك من الاتهامات الباطلة بل أقول أن الذي دفع هذه المنظمات لأن تخرج هذه التصريحات وهذه البيانات وهذه المطالبات أنه واضح لديها براءة الشيخ مما وجه له من تهم هذه نقطة وواضح لها شدة مظلومية الشيخ تشوف الإنسان إذا هو صادق في المطالبة الجادة بالإنصاف بالعدالة دون أن يظلم أحد أو يبغي على حق أحد ويطالب الآخرين بأن يتبعوا الإنصاف ويتهم في أنه غير منصف هذه مظلومية كبيرة هذه مظلومية كبيرة هذه المنظمات ترى شدة المظلومية التي فيها الشيخ فلهذا تصدر هذه البيانات لأنها لم ترى منه إلا المحافظة على الإسلوب السلمي وحث الجماهير على المحافظة على الإسلوب السلمي في مطالبتها وفي الوصول إلى أهدافها ويندر أن تجد في مثل هذه المنظومة وفي مثل هذه الأوضاع شخصية تؤكد على السلم واتباع الأساليب السلمية رغم الضغوط ورغم ما يواجهه الناس من قمع شديد من قبل السلطة مع ذلك هو ماذا؟ يؤكد هو نفسه يمارس السلمية ويؤكد على الجماهير أن تتمسك بالسلمية مهما كان الأمر فادحا فبالتالي ماذا؟ فبالتالي لم يطلب أو لم تطلب هذه المنظمات هذا الأمر إلا لهذه الأمور الأمر الآخر أيضا رأت منه الحرص على على احترام حقوق الإنسان واحترام حقوق الآخرين يعني فاضح جدا أن يتهم الشيخ بأنه يزدري فئة من الشعب في حال أنه ماذا؟ في حال أنه دائما في خطاباته يصر ويؤكد على المساواة والإنصاف نقطة أخرى أذكرها هذه المحاكمة هل هي لشخص سماحة الشيخ علي سلمان؟ قول بأن هذه المحاكمة ليست لشخص سماحة الشيخ بل هي محاكمة للكلمة الصادقة يعني كل إنسان سيتكلم أو يتكلم بكلمة صادقة فهذه محاكمة له هذه محاكمة للرأي المخلص هذه محاكمة للعمل السلمي هذه محاكمة للنقد البناء هذه محاكمة للعمل السياسي الهادف محاكمة سماحة الشيخ محاكمة لهذه الأمور تجريم العمل السياسي الهادف السلمي الصادق المخلص المنصف الإدانة واستمرار المحاكمة يعني ذلك أن النظام أن السلطة تقول لكل الجماهير التي تطالب بالإفراج عن سماحة الشيخ والنخب التي طالبت وتطالب بالإفراج عن سماحة الشيخ وعلى رأسهم العلماء والجهات الداخلية والخارجية التي تطالب بالإفراج عن سماحة الشيخ وكأنما السلطة تقول لهم جميعا أني لا أكترث بكم وأن رأيكم عندي لا شيء ولا أحترم رأيكم أكثر من نصف الشعب يطالب بالإفراج عن سماحة الشيخ أن السلطة تقول لنصف الشعب أو لأكثر من نصف الشعب كلمتك غير مقدرة كلمتك غير محترمة هذا إدانة تصدر إدانة لسماحة الشيخ يعني هذا الأمر أقول وأكرر هذا كلام قلناه سابقا ومرارا وتكرارا ونؤكد عليه الحركات الشعبية التي هي مثل الحركة والانتفاضة أو الثورة التي حدثت في البحرين وما زال هذا الحراك المطلبي مستمر لا ينتهي بتغييب شخص لأنه ليس المفجر له شخص هذه الأوضاء هذه الحركة ليس المفجر لها شخص ليس المحرك لها شخص هناك حاجة مجتمعية يشعر بها كل مواطن هذه الحاجة الملحة الضرورية هي التي دفعت عشرات الآلاف من الناس لأن يخرجوا يطالبوا بحقوقهم ما لم تحل هذه الحاجات ما لم ترفع هذه الحاجات هذه المطالب ما لم تتحقق يبقى دينمو ومحرك وفتيل الحركة مشتعل فلا تنتهي الحركة بغياب شخص وإن كان هامة كبيرة وعالية ورمزا كبيرا كالشيخ علي سلمان وإن كان بهذه المثابة وبهذا الحجم الكبير والرمزية الضخمة إلا أن غيابه لا ينهي الحركة لأن هذه الحركة وليدت ماذا؟ وليدت مطالب حقيقية وحاجة ملحة حقيقية وليدت شعور بالتهميش وليدت شعور بسحق الإرادة الشعبية فكل إنسان يمتلك كرامة لن يقف ولن يرجع ما دام هو يشعر بهذا الشعور فبالتالي من يظن بأن تغيب مثل سماحة الشيخ علي سلمان حفظه الله مع ما هو عليه من قدرة وكفاءة على إيجاد الحلول وعلى الإقناع حينما يكون هناك حلول توافقية هذه أيضا لا بد أن يكون في ذهن السلطة هذا الأمر كانت هناك حلول توافقية لا يمكن أن أي إنسان يسوقها تأجل شخصية شنو شخصية كبيرة شخصية لها نفوذ فأقول مع ذلك غياب سماحة الشيخ عن الساحة السياسية لن ينهي الحركة بل بالأكس سيزيد الحركة وقودا واشتعالا لماذا؟ قلنا الدافع هو الإشعور بالمظلومية الحكم على سماحة الشيخ يشعر الإنسان بالمظلومية أكثر فأكثر فيعطيه وقودا أكثر للحركة وللاستمرار في المطالبة نسأل الله سبحانه وتعالى لسماحة الشيخ ولكل المعتقلين ولكل العاملين الفرج العاجل القريب إن شاء الله كنا في الكريم بعد